السلام عليكم ورحمة الله متتبعين الاعزاء فيديو اليوم يخص كيف يتعامل مع الشريحة الممسي في حالة استعمال المبرمجة الارتي 819 دون فك الشريحة من مكانها اذا لدينا هذا الجهاز هير 48 بوصة متوقف على اللوغو كما تلاحظون ان لا يدخل الى القائمة اذا بواسطة المبرمج الارتي يمكن اشحن الشريحة الممسي دون فكها هذا في حالة اذا تمكنت من الحصول على الدامب المناسب لهذا الجهاز اذا من هذا المنبر اتوجه بالشكر الجزيل لصديق غالي جدا قد ساعدني في الحصول على هذا الدامب اذا الطريقة في 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 تركيب اسلاك المبرمجة الارتي 819 كما تلاحظون بالمخطط هذا المخطط يخص هذا الشاسي لهذا الجهاز هير 48 بوصة اذا نستعمل المبرمجة كما قلت سابقا الارتي 819 وهذا هو البرنامج الخاص بها على الكمبيوتر اذا لتفادي اخطاء السي ارسي وتفادي كل المشاكل التي يتحدد معناها الجميع يجب استعمال كمبيوتر عالي جودة يستغل على الويندوز السبعة مفاهمة فوق اذا اه ومن الافضل ان يتم الشحن اه دون تركيب اه الشاحن الخاص بهذا اللابتوف بل يس يفضل استعمال البطارية لوحدها حتى لا تحدث اخطاء السي ارسي هذا مجرب ايو الاصدقاء يمكنكم التجريب يمكنكم تجريب ذلك اذا اه اذا كما تلاحظون بعدها عملية السحن حتى لا او طيل لان هذه هي الفترة فترية السحن فهي تتطلب ساعات ساعات طوال حوالي ساعتين او ساعة ونصف هكذا اذا لقد اه 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 اركزت على النقط الاساسي الا وهي اتحديد النقط الخاصة بهذا الساسي ثم هناك طريقة يعني استثنائية في هذا الجهاز في هذا الشاسي الا وهي يجب اه اعمل شورت على الكريستالا يجب عزل اه اشارة الكلوك عن البروسيسور يجب عزل اشارة السي ام تي عن البروسيسور بدون هذا العملية عملية القطع او عزل هذه الاشارة عن البروسيسور فان المبرمزة فان المبرمزة لن تستطيع التعرف على هذه الشريحة اذا تابعوا حتى نهاية هذا الفيديو وسوف تلاحظون ان العملية تمت بنجاح وشكرا لكم على المشاهدة تابعوا حتى نهاية هذا الفيديو فان المشاهدة وفرقوا حتى نهاية هذا الفيديو فان المشاهدة وفوضان المشاهدة فان المشاهدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة